تستمر المعارك العنيفة بين مقاومة آل حميقان وميليشيا الحث الإجرامية بجبهة الزاهر وذي نعم في محافظة البيضاء وسط البلاد مصادر ميدانية ذكرت أن المقاومة الشعبية تمكنت من وقف تقدم الميليشيا إلى أطراف الحبج وقردى والناصفة فيما تدور المعارك الحالية شمال مديرية ذي نعم وعلى أطراف مديرية الزاهر وسط البيضاء بعد أن سلمت منطقة الغيلمة من قبل المتحوثين شمال ذي نعم دون أي مقاومة فاتخذت من منطقة الغيلمة منطلقا لعملية العسكرية مستخدمة كل الأسالي واستخدمت كل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة واعتمادها على بعض العملاء والمرتزقة المندسين من أبناء المديريتين ذي نعم والزاهر حاولوا ولكنهم كل هذه المحاولات بأت بالفشل صمد لها الرجال الأشاوس من رجال الحبج وجاءتهم تعزيزات من كل مكان قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج وقوات من يافع دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء لإسناد المقاومة الشعبية تأتي هذه التعزيزات العسكرية بعد أن دارت معارك عسكرية شرسة في جبهة الزاهر وذي ناعم ولا تزال المقاومة الشعبية تتصدى للميليشيات الحوثية في منطقة الحبج لم تستطيع ميليشيا الحوثي الإرهابية بعتادها العسكرية الكبير كسر قوات المقاومة الشعبية في مديريتين دي ناعم والزاهر بل شرعت لاستخدام المناطق التي سلمت لها دون أي مقاومة من قبل المتحوثين مما جعلها تروج لانتصارات وهمية وآدى المجيد لقناة اليمن اليوم محافظة البيضاء